إزاي في البداية نزرع ثقة في أولادنا وبالتالي نجني ثمار هذه الثقة في المستقبل بحيث أنهم يثقوا في كلام حيث سؤال جميل قوي يعني مبسوطة جدا بالسؤال ده أول حاجة إحنا بننسى أن إحنا ناثق فيهم يعني إحنا مش بنفكر إحنا ناثق في أولادنا مش بناثق في مهاراتهم مش بناثق أن هم هيقدروا يعملوا الحاجة اللي هم عايزين يعملوها مش بناثق في أهدافهم كتير عايزين ربي أولادنا حسب أهدافنا إحنا مش حسب أهدافهم هم بس من لهم الخطة مش بنساعدهم يكتشفوا الخطة بتاعتهم ومهارتهم وأفكارهم وحياتهم فأهم حاجة أن احنا نثق فيهم مهم كمان أكون قدوة يعني كتير أو المثل الشائع أكلم ابني عن الصدق وفجأة أقول له أقول له عمه أن أنا مش موجود فأنا أكون صادق ولو يعني إحنا أنا بشر وأخطأت قدامه مهم أن أنا أعتذر أقول له أنا متأسف ده ما كانش ينفع يحصل أنا بعتذر لك إن ده حصل ده ما ينفعشي إن إحنا نكدب بالشكل ده لا يليق ده ما يرضيش ربنا لإني بعترف بإنسانيتي وبالتالي لما يكون قدوة بشكل حقيقي لابني هيثق فيه وبالتالي النقطة حلوة برضا هو بيثق في نفسه يعني ثقاتنا في أولادنا وثقاتهم فينا بيخليهم هم يثقوا في أنفسهم